زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أنك رسول وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنى وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلطت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والظلال واجعل صلواتك وصلواتي ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلتا ولو أنه إذ ظلموا أنفسهم جاءوكا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصلي على محمد وآله واغفرا لي يا سيدنا توجهوا بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفرا لي إنا لله وإنا إليه راجعوا أصبنا بك يا حبيب قلوبنا يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطعا عن نلوى وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آلي بيتك وبمنزلتهم عندك وبما استودعكم من علمي فإنه أكرم الأكرمين السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته الله اللهم صلي على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد صليت على إبراهيم وآل إبراهيم لأنك صليت على إبراهيم ترجمة نانسي قليل وآل إبراهيم قليل صليت على الإبراهيم شكرا براهيم اشتركوا في القناة